اهلا بحضراتكم في هذه التغطية شفنا من كم ساعة لقطات متدولة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي تظهر احد البائعين وهو يلقي بعفوية وشهامة البرتقال داخل شاحنات مساعدات متجهة لاغاثة اهالي قطاع غزة والتي مرت بمكان وقوفي في احد شوارع مدينة الحواندية بمحافظة الجيزة طبعا هذه اللقطات كما تتابعونها اوضحت ان بعض المرة وقفوا يشجع البائع على الكاء ثمار البرتقال كمساهمة منه لدعم اهالي غزة وسط هتاف المواطنين بعبارات الدعم للسائقين المتجهين بهذه المساعدات ولقى مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا بعد تدوله بين رواد مأسات التواصل الاجتماعي وسط اشادات واسعة من اهالي غزة ومصر بشهامة البائع وبساطة مبادرته بالقاء ثمار الفاكهة لاصالها الى اهالي غزة رغم بساطة حاله وصغر تجارته طبعا موقف جميل من مواطن مصري اصيل على الرغم من انه لم يحظى بفرصة تعليم كبيرة الا انه كان وعيا بالقضية الفلسطينية فهو احد موليد مركز بيبا محافظة بني سويف لكنه مقيم في الحوامدية بمحافظة الجيزة من اجل لقمة عيشه حيث اكد لنا في تصريحات خاصة لتلفزيون اليوم السابع ان ما قام به شيء طبعي مما يقدمه المصريين الى قطاع غزة قائلا المصريين معروفين بجدعانتهم واللي عملت اقل حاجة نقدر نقدمها لأهلنا في غزة متابعا خلال اتصال هاتفي مع تلفزيون اليوم السابع كان نفسي اشيل كل الفكهة اللي قدامي واضعها على العربيات لكنه قدم لهم ما استطاعت يداه ان تحملها ونال عمر ربيع اشهادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع الفيديو بشكل عفوي وهو يلقي البرتقال مثلما تتابعون على شاحنات المساعدات الانسانية التي خرجت من الحوامدية في محافظة الجيزة تجاه قطاع غزة وعبر عمر ربيع عن فرحته الكبيرة لتداول الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي خاصة بعدما شاهده حفيده وهو يلقي البرتقال على عربات المساعدة قائلا اتصل علي حفيده وكانت فرحته انه شافني في الفيديو وده بالطبع هيرسخ في حب الخير لأهله في فلسطين طبعا تصرف عفوي لعمر ربيع الذي اصبح مشهورا وهو يمثل مشاعر ملايين المسرين بكل شرائحهم تجاه قطاع غزة حيث يقفون وراء القيادة السياسية في تقديم الدعم الشامل للفلسطينيين ورفض التهجير تحت اي مسم حفاظا على القضية الفلسطينية مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة عام تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرنا اشتركوا في القناة